السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديري اللي بس عليكم اتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن احوال يربي اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي مالح صراحة كيجي لديد وزوين اه نتمنى انكم تقوموا معي حتى الاخر الفيديو متمشيوا فين بالنسبة المقادر اغانحتاجوا اه انا احتاجت لثلاثة الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الابيض ودائما الدقيق الابيض رعا على حسب الخاليط وعدنا ثلاثة البيضات كاس ديال الحليب اه كاس ديال الزيت وربعة المعالق ديال اه سوس ديال ما تيشى وهنا واحد تقريبا مية جرام ديال كاشير وتقريبا مية جرام ديال الفرماج ممكن استعملوا اي فرماج بغينا المبزاري لا اي نوع تالفرماج وعدنا اه زيتون اه اسود او الاخضر على حسب الموجود اللي عدنا في الدار شوية الملحة وتقريبا واحد جوج معا كبار ديال فرماج اه محكوك وزعتر وعدنا الخمارة من وزن استاشر جرام ديال الحلوة وطبيعة الحال عندنا هنا ما طيشاء السوغيز اللي غا ديالنا نزوقوا بها على بركة الله هناخدو واحد الاناء اللي غا نضعو فيه اول حاجة هو البيض ديالنا هي راها في الواقع را بحالة بحال الكيك العادي اللي كنصيبوها تماما غير هنا في الكيك العادي كنا نطربوه البيض دائما مع السكر هنا بما انها غا نديروها مالحة يعني ممكن استعملو غير الخلاط اليدوي مش ضروري تدرب الكهربائي انا غير ولفت نخدم بيه كي جيني ساهل يعني من بعد ما وضع ثلاثة البيضات ادربته ضفت عليهم هذك كاست الحليب ومن بعد بديت نضيف بشوية بشوية كاستع الزيت وهنا غا ندير الملحة قبيصات على البلحة اه بالنسبة الهناية انا راها كان علي نخلط في اللول اللاصص طومات وانا ينسيت يعني السوائل من الاحسن يرومو من اللولين ما ليش يعني راها خليته تلخر انا نسيتو وكانت اضفت اه للضاقيق الابيض وخلط هنا يا كيف ما كتشوفوا اه خميرة ديال الحلوة انفو خلط الكيك ديالي مزيان اضفت عليه الفرماج محكوك كاشير فرماج اه مقطع على شكل مكعباتية اما الموزار الا او اي فرماج عدنا زيتون وشوية ديال الزعتر اللي كيعطي واحد نسمة زوينة كيف ما كتشوفوا هنا يا تفكرت اه سوس ديال ماتيشة اللي درت هنا يا ربعة المعالق سوف سوف نخلطهم مزيان بهات ستاتو الى هذه باش ما يهبطش ليال كيك ديالي ومن بعد غادي ناخد واحد الكيك ديال واحد المول ديال الكيك كيف ما كان شكل دياله طويل ولا دائري اي مول عندنا هنا يغلفته غير بورق الزبدة وممكن ندهنوه حتى بالزبدة رشوه بدقيق ومن بعد غادينا نزوق السطح ديال هاد الكيك هادا بهاد ماتيشة صغيرة من بعد ما قطعتها على النص وكذلك اه شوية ديال زيتو الاسود او الاخضر على حسب الموجود اللي عندنا وهنا هي غا نوضعو شوية ديال الزعتر على السطح ديال دك اه اللي اه اللي توماتسو غيز بحلاكة كيف ما كنتشوفو وغنحطو الكيك ديالنا اللي على فرن بارد يعني مش يم اه سخنتو من قبل لا عادي كيف ما كان وجد دائما الكيك ديالي طب اه على مية وتمانين دراجة خاد مني خمسة واربعين دقيقة قد قد وهذا هو الكيك كيف ما كتشوفو كيجي بحلقة مشقق وكيجي لديد الى جربته الصراحة غادي يعجبكم بزاف بالاخص الناس اللي كيعجبهم الحواج اللي مالحين غادي يعجبكم هاد الكيك صراحة كيجي زوين نتمنى انهو تجربو وتردو علي الخبار وما نقولش لكم على ريحة كانت طالعة من هاد الكيك كاتشاهي 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 ريحة زوينة بزاف هنا كيف ما كتشوفو كيجي الزيتون والفرماج والكاشر كيجي وبينين في الكيك اشتركوا في القناة